سارة فتاة من أسرة ميسورة الحال تزوجت من شاب كانت تظن أنه المناسب ويستطيع تأمين مستقبل حياتها ولكن بعد أن توفي والدها أصر زوجها على ضرورة حصولها على نصيبها من ميراث أبيها بأسرع وقت ممكن بحجة أن شقيقها الوحيد سيستولي على الميراث كاملا فاتحت سارة شقيقها في أمر الميراث ولكنه رفض وبرر ذلك بأن زوجها سينفق هذا الميراث على نفسه وربما تزوج بميراثها زوجة أخرى فزادت الخلافات بينها وبين زوجها بسبب عدم حصولها على ميراثها وتطور بهم الأمر إلى الطلاق وعادت سارة إلى بيت أبيها لتعيش مع شقيقها المتزوج وبعد عام من الطلاق وسارة عند شقيقها حدث خلاف بينها وبين زوجة أخيها التي قامت بتحريض زوجها ليأتي بتقرير طبي يفيد بأن سارة مريضة نفسية ولا تستطيع أن تدير أموالها بنفسها مما يجعله وصيا عليها ويستولي على نصيبها من الميراث فحذرت أخته بأنها ستدعو عليه إن ظلمها وذكرته بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ولكن شقيقها لم يهتم بما قالت ونفذ بالفعل خطة زوجته وأودع أخته إحدى المستشفيات وأثناء وجودها بالمستشفى تعرف عليها طبيب في الخمسين من عمره كان صديقا لوالدها وعندما علم ما حدث معها عرض عليها الزواج به وأخبرها أن لديه ابنة قعيدة بسبب حادث تعرضت له بعد وفاة أمها وتحتاج رعايتها فوافقت وتم الزواج بعد موافقة شقيق سارة وفرحته بالخبر وبعد عامين توفي زوج سارة الطبيب ووارثت كل أمواله هي وابنته وما هي إلا أيام حتى فوجئت سارة بشقيقها يأتي إليها هو وزوجته ويطلبان منها مساعدتهما حيث تعرض شقيقها لعملية نصب ضاعت فيها كل أمواله وإن لم يسدد ما عليه من دين سيطرد من بيت العائلة وسوف يشرد هو وزوجته وابناه فابتسمت سارة وقالت له هذا هو جزاء الظلم ودعوة المظلوم ألقيت بي خارج بيت أبي ظلمة ولم تعطني ميراث الذي أستحقه فعوضني الله بميراث أعظم وأضاع كل مالك الحلال منه والحرام ومع ذلك لن أستطيع أن أتخلى عنك فقط لأن الله أوصانا بعدم قطيعة الأرحام وسوف أسدد لك دينك لتظل في بيت أبينا الذي ما كان يرضى بظلم أبدا ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام